اليوم سأعمل مع بعض 3 وصفات رهيبة من 20 مانجا و منجاية واحدة سأعمل منهم مهلبية المانجا بكمية كبيرة و نفرح اولادنا و سأعمل أيس كريم المانجا ب 2 كيلو أيس كريم المانجا بكمية كبيرة طبعا فرحي اولادك و سأعمل عصيق و كل ده من 20 مانجا و منجاية واحدة تابعوني حبيبي عشان تشوفوا معي احلى 3 وصفات ان شاء الله كده ينالوا اعجابكم تابعوني فضلا و ليس امرا حبيبي لو الفيديو اعجبكم لا تنسوش كده اللي انتو تدعموني باللايك و الشير عشان اللايك بيخلي اليوتيوب يرفع الفيديو في الاقتراحات للاس ثانية اللي هي تشوفو و انا كمان اقدر لانا اتنزل لكم وصفات جميلة ايه جدا بعد كده زي ما احنا شايفين ده كده حبيبي عصير المانجا عصير مانجا طبيعي من اشر المانجا و هناك بقي حبيبي عنابل برضو ايه مهلبية المانجا زي ما احنا شايفين انا جميلة جدا انا عناملها بكمية كبيرة هنشوف دلوقتي هتطلع معي كام كاس طبعا اعبيلي و فراحي اولادك زي ما احدا شايفين الكبية كبيرة ايه كل ده من اشر المانجا و منجا واحدة بس عملت منهم حاجات جميلة جدا و ده بقى الايس كريم الايس كريم الطحفة بقى ايس كريم المانجا زي ما احدا شايفين اثنين كيلو و ازيت كمان من اثنين كيلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبيبي في اللاف مطبخ طلبتك اوامر مع حناني اوامر الورائي اه النهاردة حبيت اعمل لكم اه يعني حلويات كده بسيطة اقتصادية اولادنا بيحبوها و بيفرحوا بيها اه تعالوا بينا يا حبيبي نصلي كده على رسول الله على يفضل الصلاة والسلام و نشوف بقى عربي لايه اه كان عندي مانجا و كنت بحتفظة بالقشر بتاعها في الفريزر و كنت شايلة معهم مانجاية المانجاية ديت زي ما احدا شايفين ده هي اه يعني هي المانجاة دي تعمل لها حوالي نص كيلو يعني الوحديها مانجاة كبيرة انا بقطعها كده هوت بقى عشر المانجا طبعا انا بقطعها قطعها صغيرة كنت غسلها القشر كويس الأول طبعا وبقطع المانجا كده هوت عشان يتخلص من البزرة بتاعتها والقشر ده هوت طبعا انا كنت قد غسلها كويس و هنتبه مع بعض اول حاجة عشان ابدأ اللي انا اجهز التلات وصفات بتوعي محتاجة اللي انا اعمل عصير فانشوف مع بعض ايه دلوقتي حبيبي زي ما احنا شايفين حبيبي بقطع القشر كده قطعة صغيرة و يعني هاخد القشر كده على مرتين يعني هحط ايه شوية كده من القشر في الشفشة وبعد كده بيكون معايا زلزة زلزة مية اتنين ونص رفل من المية اه حبدأ اللي انا استخدمها ايه دلوقتي حنحط بدها شوية مية كده بع القشر كده في شفشة الخلط يعني بنحطش القشر كله علشان ايه الخلط يبدأ اللي هو يمشي معانا بسهولة اه بعد كده حضرب الكبية ديه ومعايا معايا علبة وحط عليها مصفة وبعلاقة عشان ابدأ اللي انا اصفي كون عندك مصفة تكون دايقة وطبعا احنا بنصفي العصير دوات على مرتين اول حاجة بنصفي في المصفة زي اللي احنا شايفينها دلوقتي وبعد كده بصفي يعني بحاجة بقى ايه بشاشة او بحاجة عشان طبعا نتخلص من اي حاجة يعني عندك شاشة ممكن تصفي بيها عشان مش عايزين في اي حاجة دلوقتي انا ايه بصفي كده هوت زي ما احنا شايفيه اتلاقوا اللي القوام بتاعه برغب اللي هو اشر يعني اشر منجا فطبعا ايه حتلاحظوا اللي قوم حتى العصير وهو نازل كان قوم تقيق لا فانا دلوقتي اخدت الاشر منجا اللي طلعا حاطته في شفشا اخلاط برضو تاني وحبدي اللي انا هحط بقى معاه باقية الكمية الاشر وحضرب بقى ايه يعني هضربه برضو مع شوية مية وحنتبع ايه مع بعض ايه دلوقتي دلوقتي حبايبيه طبعا عشان اجهز التلات وصفات اللي انتو شفتوهم فلازب اول حاجة اللي انا بعملها اللي انا بضرب اجهز العصير الاول اللي انا هشتغل بيه يعني وبعد كده بحط بقى ايه المية وفي الخطوة دي لو انت حابة بقى اللي انت عدواتي عن حط بقى المنجاية في الخطوة دي لو انت حابة اللي انت تعملي الوصف عصير بس يعني تعبير كبية كبيرة من العصير بس فانت بتحطي السكر في شفشا اخلاط يعني وكل مرة يعني انا اسمت الخليط على مرتين نه اشرب منجا والمنجاية يعني ضربتهم على مرتين فانت لو حابة تعبيني عصير بس فبتحطي السكر كباية ونص كده بالسكر عكبية تقبلك اتنين ونص رتل من عصير المنجا وبتحليه ايه بالسكر وانت بتدربيه في الخلط وبتصفيه طبعا كنت عابل فيديو قبل كده العصير المنجا من القشر المنجا حسبه لكم في شاشات الدهاية في نهاية الفيديو برضو تقدروا اللي انتو تشوفوه دوقتي انا بعد بصفيت كده وخلاص ده كده ملوش لازمة القشر ده كده خلاص ملوش لازمة انا كده صفيت العصير ده هوت في المصفى اللي احنا شفناها وتخلصت بالقشر بقى المنجا في الاخر وكده انا عملت العصير ده من غير سكر دلوقت من غير اضافة سكر لان انا هحط السكر في الوصفات اللي انا هعملها ده كده سنة لون غروب الشمس عشان يديني لون العصير بتاع المنجا بالزبط زي باحده شايفين ده بحط كده سنة سنة بداوبها في شوية مية يعني سنة لون غروب الشمس بجيبه الوان خاصة بالطعام بجيبها من عند العطار وبدوبها في سنة مية وبحطها فبيطلع معي لون البيدنيني لون عصير المنجا بالزبط زي باحده شايفين كده انا جهزت العصير كده خلاص وفضل معي يعني شوية صغيرين يعني حوالي كوباة صغيرة من المية في الازازة يبا انا كده فضيتها وكده عملت كمية يعني الازازة كان فيها 2.5 رتل من المية وكمان الكمية اللي انا عملتها المنجاة اللي هي النص كيلو وكمان شوية القشر فكبيط العصير دي تدخل لها في الاخر يعني في اتنين يعني تدخل لها في يعني احنا قلنا اتنين رتل ونص من المية والمنجاة والحاجات الاضافات بقى اللي انضافت عليها فتدخل لها حوالي في ثلاثة رتل كمان ده زي ما احنا شايفين عايزة تقبلي بقى عصير فبتجيبي يعني بتحلي العصير ده كله لو حابة تقدمي كله يعني عصير فبتحلي بالسكر بتكون محليها بالسكر يعني وانت بتبليه في الخلاط وبعد كده بتقدميه لأسرتك عايزة انا طلوقتي عملت كوباية كده عشان اورركم بس اورركم هنعمل ايه عملت كوباية عصير مع يعني كوباية وفيها 3 معلق سكر ووريتك كده انت تقدميه عصير دهوقتي هنعمل بقى ايه المهلبية زي ما احنا شوفنا انا حش ملو شافشا كده قريتلي من العصير على جنب عشان حامل بيه الأس كريم دلوقتي انا خدت بقية العصير اللي فاضل معي وحطيت عليه كوباية كبيرة بدشا وكوباية سكر وراجعت زودت سكر كبير يعني نص كوباية من السكر يعني زي باحده شايفيه كمية العصير ديت يعني خدتها كلها بقى اللي كان فاضل ايه معي وحطيت عليه الكوباية كبيرة بدشا وكوباية ونص بد السكر وببدأ لانا بقلب فيه كدهات على البتاجاء زي لحد ايه ما يبقى القوام تقيل معي ويديني القوام المهلبية زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين كده ايه حبيبي الطريقة بسيطة ايه بسيطة جدا وسهلة يمبارا كده خدت رتل للعصير قبل ما اعمل المهلبية عشان باتتهوش معي رتل العصير ده هو خدته ودخلته في التلاجة مع عمل بخلص المهلبية وبعد كده نرجع لجهز الايه الايس كريق وبعد كده هو اتخذت بقية العصير اللي انا عملته وبعد كده حطيته في الحلة زي ما احدا شفنا وحطيت عليه السكر يعني انا زودت كمان وهو على البتاجاز نص كوباية كمان لما دوته لقيته بحتاج فبنا حطيت كوباية ونص من السكر وحطيت كوباية نشا ودوبته على البارد الاول وبعد كده رفعته على البتاجاز وبقلب فيه باستمرار لحد كوم المهلبية ما يبقى ايه غليص كده معي يعني زي ما احدا شايفين اهو كل بدأ كل كوم ما بيتقل معايا طبعا الطريقة سهلة جدا ولا محتاجة تضيفي فانيليا ولا اي حاجة هو بس مجرد العصير والسكر والنشا بس كده وبتبدأ بعد كده بتبقى بجهزة بقى الكلام كاسات بتصبيه في الكاسات ويبقى كده المهلبية خلصت معي بسيبها على الرخامة لحد ما تبرد خالص دي الكمية اللي طلعت معي زي ما احدا شايفين بسم الله ما شاء الله كمية حلوة اه وجميلة جدا نعم وطريقة طريقة سهلة وبسيطة يعني اللي اتي تعملي بها مهلبية المنجا من اشر المنجا طريقة اقتصادية فعلا بس طعبها جميلة اه دوقتي بقى اي حبايبي تعالوا ندخل بقى كده على الايس كريم ما ايس كريم اللي اولادنا بيحبوه كله عني احتاج كسير من الكريم شانتي وطبعا معي ريتل من العصير المنجا اللي انا كنت مخليه على جمع بقى حطيته في الشافشة متاع الخلاط ومعي كوباية صغيرة من السكر اه يعني السكر يعني مية وخمسين جرام من السكر او سبع تمن معالق كده هو بالسكر هي الكوباة دي بتاخد سبع معالق بالسكر لان انا كمان معي الاتنين كيس كريم شانتي اللي انا استخدمتهم اه دولة اه يعني كريم شانتي محلة مش خامة فانت لا تستخدم كريم شانتي خام فممكن تزاودي السكر انا حطيت دلوقتي معلقة صغيرة من المثبت الايس كريم بجيبه من عند العطاء اه بضرب بقى كل الخليط كده ايه مع بعضه يبقى خليط الايس كريم ده عبارة عن ايه تاني اه ريتل من عصير المنجا اللي انا جهزته ويعني كوباية صغيرة من السكر حوالي اه سبع تمن معالق كده من السكر ايه ومعلاقه صغيرة من المثبت الايس كريم اه واثنين كيس كريم شانتي اه زي ما احنا شايفين الطريقة سهله وبسيطة هضربه كده ايه كويس في الخلاط وبعد كده ممكن نحطله سنة له لو حابين نحطله اللون من دلوقتي ممكن نحطله لان احنا هنضربه مرة تانية اه فايه فلو يعني احنا هنضرب دلوقتي هنضربه تاني سنة اللون البدرة سنة اضربه ثاني كنز سنضربه مرة ثاني عشان اللون يختلط وبعد كده نضعه في العلبة وندخله على الفريزر معلش انا عمل الفيديو معاكم خطوة بخطوة لاني طبع فيه ناس بيطلع عدها اشرباجة وبتربيه وهو كنز بصراحة يعني رهيب بصراحة اعتابلي وصفات بردو رهيبة انت حتندامل انت كنت بتربي بترمي القشر ده ابل كده فدوقتي انا بضرب كده هوت بضربه فلحد اللون بختلط كده معايا وبعد كده معايا بقى علبة فاضية حبدالان انا افضي فيها الايس كريق وزا ما احنا شايفين طريقته بسيطة جدا وسهلة حبدالان انا احطه في العلبة وادخله بقى ايه في الفريزر لحد بيجمد يعني كنت بجاهز الموضوع ده من بالليق لا وطبعا ايه حطيته بقى في الفريزر وتاني يوم كده عالصبح كده رحت بطلعها وضربته بقى ايه في المضرب بتاع البيض انا دلوقتي بنزل كل اللي في الشافشة كده كده زا ما احنا شايفينه القوم بتاعه حتى تقيل ازا دلوقتي بقى عشان تبصوا العلبة دلوقتي بش بليالة بس لما ينضرب مرة تانية لما يجمد وينضرب مرة تانية فالكمية حتزيد بنفس الطريقة اللي انت شوفتها اهم حاجة بتغطي الوش بتاعه بكيس ليه عشان بعملش طبق قبل التلج وهو في الفريزر وبعد كده بتغطي بقى بتغطي العلبة ودخلي بقى ايه في الفريزر وتسيبيه لحد ما الايس كريم يجمد معاك فانا طبعا سيبته طول الليل وعلى تاني يوم الصبح كده هوت رحت ايه مطلعه من الفريزر وبقى معي جامد بنفس الطريقة كده هوت وبعد كده هنحطه بقى ايه في المضرب كده ونبدأ بقى ايه اللي انا اضربه يعني لمدة سبع تابد دقايق كده هوت لحد ايه لحد كبية على اللحظ اللي هو كبية هتزيد معايا اه فزي ما احدا شايفين ايه كده انا فضيته كله على فكرة وده هو كمان كان بحتاج انضرب على مرتين اه انا فضيته كله مرة واحدة بس هو اثناء الضرب كان بحتاج يعني انضرب كمان على مرتين زي ما احنا شايفين اهوت بصوا بصوا شكله عامل ازاي يعني كله طبعا هو كله ما هنضرب كل اللون ما هيفتح ايه معايا اه فانا مش هنحط لون تاني يعني مش هزود لون تاني حتى المضرب اللي ايس كريم كان بيطلع كده لفوق كنت انا بحاول اللي انا ارفع المضرب كده اه مش بخليها يعني اللي هو نازل كنت بحاول اللي انا ارفعه شوية عشان ايه طبعا اللي ايس كريم بيدخلش جوه في المضرب ويبوزوه لي يعني فهزا باحدة شايفين عشان كده قلتوكوا الكمية دي تنضرب على مرتين اه افضل وده كده لحبيبي لشكل الايس كريم ممكن تحطيه في علب عندك بتاعت ايس كريم وادخليه كده في العلب في التلاجة او او ممكن اللي انت تفضيه في العلبة برضو دي تاني يعني وادخليه باعلى الفريزر واطلعيه اللي يبقى على وقت التقديم يعني تطلعي منه وتحطي كده لأولادك شوفتوا بقى عملت حاجات حلوه ازاي بدأشرب منجا ومنجاية واحدة عملت بيها وصفات رهيبة فعلا وجميلة جدا ان شاء الله كده حبيبي الطريقة تكون نالت اعجابكم وتكونوا استفدتم من الفكرة اللي انا اقدمتها لكم ديت فكرة جميلة جدا بالصراحة تحفة زي ما احنا شايفين هتلاحظوا اللي انا انا كنت بالي العلبة الصغيرة وملوة العلبة ديت باليتها يعني اتنين كيلو ازيد من الاتنين كيلو كمان ايس كريم زي ما احنا شايفين كمية كبيرة فعلا وطعم مراهيب وفي مطة كده جميلة جدا اهم حاجة وانت بتابريب نفس المكونات اللي انا عملتها ديت ولا تضيفي فيه بقى جيلاتينة ولا تضيفي فيه نشا ولا اي حاجة خالص مش محتاج عشان حبايبي معلات المثبت اللي انا اضفتها هي اللي بتدوله القوام ده هوت فانت لو زودت حاجة تانية حيبقى تقيل بعاك يجامد مش هتعرف اللي انت تقدميه فهو لحد كده بقولات بتاحته جميلة جدا انا ادخله دهوقتي بقى في الفريزة لحد بيتجامد بعايا وبعد كده اقدمه شكرا حبايبي على المشاهدة ما تنسونيش حبايبي فضلا ولايس امرا باللايك والشير عشان فيديو دا يوصل للاس كتير اللي تشوفوا وتستفد بلو السلام عليكم